مرحبا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور فتيات يعتصموا على الحدود الشرقية لقطاع غزة وحملوا يافطات مكتوب عليها I have a dream أو عندي حلم ومن حق يكون حرة ومن حق يلعب بأمان طالبوا من خلال العالم بحق من حياة كريمة والعيش بأمان من قمع الاحتلال السهيوني تم تصوير مشهد مؤسف صار على إحدى الطرقات بلبنان وانتشر الفيديو على السوشال ميديا والمواقع الإخبارية بالفيديو أقفل تلقيها الأمن الطريق على تقاطع برج المر ببيروت قدام المرة وسيارات أصعاف عم تنقل مريض بحالة حرجة كرميل تسهيل مرور موكب أحد كبار المسؤولين هالمشهد أثار غضب الناشطين على السوشال ميديا بما أنه هيدا حالة أكيد كتار منهم عيشوا على اليلة مرة بعد فضيحة فيسبوك عن مشاركته بخرق ماليين لحسابات بالتعاون مع الشركة البريطانية كيمبرج أناليتيكا أطلق الموقع ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين يعرفوا إذا تم خرق معلوماتهم الخاصة مع الشركة البريطانية ورح تصير تظهر عند المستخدم على رأس صفحة النيوز فيد وبمجرد الدخول على اللينك رح تظهر صفحة تعرض كل الأبليكيشن يلي استعانوا المستخدمين بفيسبوك للدخول عليها كما أنه رح يكون بإمكان يحسبوا البعض منه يلي وقفوا يستعملوها بالإضافة إلى ذلك لحيبين تنبيه على الصفحات يلي وقعت ضحايا الشركة البريطانية لهون منكم نصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار ترندي من السوشال ميديا ترجمة نانسي قنقر